تبدأ القصة في الإسكندرية إلى حيث هاجرت أسرة يهودية سورية من حلب هي أسرة شاؤول كوهن نحن في العام 24-900-1000 وفي 26 ديسمبر من تلك السنة ولد لشاؤول طفل سماه إلياهو وهو من سيعرف أكثر بإيلي إيلي بن شاؤول كوهن ثم إيلي كوهن ككل أطفال اليهود أدخل إلياهو إلي مدرسة دينية يهودية ثم لاحقا درس الهندسة في جامعة القاهرة ولكنه لم يكمل دراسته لم يكن المحيط الإقليمي بمنأا عن أجواء الحرب العالمية الثانية وما تخللها من إشارات إلى تقسيم أرض فلسطين وقيام إسرائيل كانت المنظمات الصهيونية تكثف نشاطها لاستقطاب اليهود وتهجيرهم إلى أرض فلسطين من تلك المنظمات منظمة الشباب اليهودي الصهيوني وكان لها فرع في مدينة الإسكندرية انضم إليه إيلي كوهن في العام 44-900-1000 وكان شابا في العشرين عرف في الأوساط اليهودية بحماسه المفرط للخطط الصهيونية في الأقطار العربية كان يجيد العبرية والعربية والفرنسية ثلاث لغات سيتخذ منها أدوات لإنجاز المهام التي سيكلف بها في العام 48-900-1000 بإعلان بريطانيا نهاية انتدابها على أرض فلسطين أعلن عن قيام دولة إسرائيل وفي سنة ذاتها كانت الحرب العربية الإسرائيلية الأولى كان إلي كوهن مع أعضاء منظمة الشباب اليهودي الصهيوني يعمل على تهجير اليهود المصريين إلى إسرائيل وكان والداه وثلاثة من إخوته من بين الذين أقنعهم بالهجرة وقد فعلوا في العام 49-900-1000 بينما بقي هو في الإسكندرية في مناطق الحروب والصراعات يزداد النشاط الاستخباراتي والتجسسي أضعافا ولأن المحيط العربي لم يقبل وقتها بوجودها فإن إسرائيل راهنت كثيرا على أجهزتها الاستخباراتية لإضعاف أعدائها العرب في تلك الفترة يظهر في المشهد المصري واحد من أخطر الجواسيس الإسرائيليين اسمه الحقيقي الذي لم يعلمه إلا قلة أبرهام دار وعرف باسم جون دارلينغ في سجلات هذا الجاسوس عدة عمليات تخريب حدثت في أربعينيات القرن الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بريطانيا وقد تولى تدريب الوحدة 131 وهي من الأشهر من بين وحدات المخابرات الإسرائيلية من أجل تنفيذ سلسلة من العمليات التخريبية تستهدف المصالح الأمريكية والبريطانية في مصر كان جون دارلينغ يدرب الشباب اليهود على أساليب العمل الاستخباراتي وصنع القنابل اليدوية والرسائل المفخخة ويعلمهم التخطيط لتنفيذ العمليات التخريبية وكان إيلي كوهن من أولئك الشباب اليهود الذين عملوا تحت إشراف أبرهام دار جون دارلينغ نفذت تلك المجموعة التجسسية الإسرائيلية سلسلة من التفجيرات استهدفت منشآت أمريكية في القاهرة وفي الإسكندرية ولما افتضح أمرها فر جون دارلينغ من مصر بينما اعتقلت السلطات المصرية أفرادها وكان إيلي كوهن من بين من اعتقلوا ولكنه نجح في إقناع المحققين المصريين بأنه بريء في العام التالي خمسة وخمسين تسعمائة وألف غادر مصر ذهب إلى إسرائيل والتحق بالوحدة مئة وواحد وثلاثين بالمصاد جهاز المخابرات الإسرائيليا أرسل إلى مصر ولكن المخابرات المصرية كانت تراقبه عن كثب ومع بداية العدوان الثلاثي على مصر أو حرب العام ستة وخمسين تسعمائة وألف قوبض عليها وعاد إلى إسرائيل بعد أن أفرج عنه في العام سبعة وخمسين على مدى عامين انقطعت صلاته بالمصاد الذي كان يراجع الخطة التي وضعها بضع سنوات من قبل ليجعل من كوهن جاسوسه الأول في مصر الآن وقد بدأ أن المخابرات المصرية ستراقبه قرر المسؤولون عن جهاز المخابرات الإسرائيلية أن سوريا هي المكان الأنسب للجاسوس إلي كوهن أخذوا في حساباتهم أن عائلته هاجرت إلى مصر من مدينة حلب وأن ذلك مما يجعل سهلا استنباته في المجتمع السوري صحيح أنه يجيد العربية ولكن الأمر بحاجة إلى نسج قصة تجعل استقرار إلي كوهن في سوريا متقبلا كان على المصاد أن يبدأ قصته بمنح جاسوسه اسما عربيا سوريا تم تدريبه على اللهجة السورية ونحت له اسم يتماهى مع الشخصية التي سيتقمصها كامل أمين ثابت ذاك هو الاسم الثلاثي الذي اختير لإلي كوهن وحتى تكون البيانات كاملة فإن كامل أمين ثابت سوري مسلم هاجرت عائلته إلى الإسكندرية ومن هناك هاجر عم له إلى الأرجنتين في العام ستة وأربعين تسعمائة وألف ثم لحقت به أسرة كامل عاما بعد ذلك في القصة التي حاكها المصاد أن والد كامل أمين ثابت توفي في الأرجنتين في العام اثنين وخمسين إثر نوبة قلبية وأن والدته توفيت ستة أشهر بعد ذلك وكذلك يظهر كامل وحيدا يعمل تاجر أقمشا كذلك اكتمل بناء الهوية الجديدة للجاسوس إلي كوهن العودة إلى سوريا ينبغي أن تبدأ من الأرجنتين وحتى تكون عودة موفقة ينبغي أن يكون إعداد الجاسوس مكتملا عليه أن يتعلم الإسبانية ويجيدها وإلا فإن قناعه سيكون هشا وقد يسقط عنه في كل لحظة تكفل خبراء المصاد بتعليم إلي كوهن تقنيات استخدام أجهزة الإرسال اللاسلكي والكتابة بالحبر السري وكان عليه أن يحيط بالكثير من أخبار سوريا ومسؤوليها وأن يحفظ الأسماء ويربطها بالرتب والمناصب وأن يحفظ من القرآن ويتعلم من الشعائر ما يجعل منه حقا الشاب السوري المسلم كامل أمين ثابت تم كل شيء في إسرائيل ولما بدى للمسؤولين في المصاد النائيلي صار جاهزا تقرر إرساله إلى سويسرا إلى مدينة زوريخ ومن هناك ركب الطائرة إلى شيلي إلى العاصمة سانتياغو وقبل أن يصلها توقف في بوينوسايرس عاصمة الأرجنتين لا أحد دقق في سلامة وثائقه وكان في انتظاره عميل للمخابرات الإسرائيلية له كل ملامح الأرجنتينيين اسمه أبرهام